السنة دي فيه حاجة عظيمة جداً احنا شفناك في كسر ربطة شفناك في مباراة احكيلي الموضوع ده اجيز دي حصل ايه ايه التطور اللي حصل عظيم يعني في الفكر ان خلينا نوصل لمرحوات ان انت تحكي المباراة للرجال بص هو التطور في الفكر ده يعني طبعاً يرجع للمسؤولين احنا احنا بنكتهد زي ما بنكتهد ماشينا على نفس النهج بتاعنا طول السنين يعني وقلنا بالسنين بقى الفرصة يعني فهم دون الفرصة دي ونجحنا فيه كان المصري ووسط الكمباني فعملنا مطش حلو ونجحنا فيه انا بالنسباني هو سهل هو مش طعب يعني الفكرة بس الناس يعني هم يعني الناس بس اللي مستغربة عشان مش متعودين ان يبقى فيه طعم نسائي بيحكم لكن كتحكيم هو سهل جداً كلعبين بقى في الملعب كانوا بيتعاونوا معاكي كانوا بيساعدوكي كانوا بيحاولوا يدعموكي ما في حاجات انت بتحسيها كده بالتفاصيل لا هي اللعيبة في الملعب ما كانش فيه اي اعتراضات بينهم بالعكس هم كانوا بيتقبلوا الكرارات عادي خالص احنا ما كناش حاسين ان فيه مشكلة ولا هم حاسين ان احنا يعني تحكم تحكم نسائي مختلفة يعني فيه اختلاف بيننا وبين الرجال لا بالعكس الكرارات اللي بناخدها هم ما بيعترضوش عليها لهم ولا المدربين الموتش كان ماشي كويس جداً قبل المباراة دي كنت حكمت مباراة رجال اخرى في حكمنا في كاس ماصر وحكمنا في الممتاز بيه اه كاس ماصر كنت مباراة ايه؟ بس هي المشكلة ان احنا كل الفترة ناخد مطش اه ونقعد شوية مش كتير يعني مفيش وراء بعدي اه ليه؟ ما عرفش يعني ليه دي انا مش عارف سألتي مش اعتراضي انا يعني شوفي السؤال بقول لك كزي سألتي يعني قلت مثلا او انا ليه ما باخدش او سألنا طبعا كتير او انا بالنسبيلي انا كمونع طالة سألت انا من 98 بحكم يعني من كم؟ تخيل بقى بسأل من امتى من 98 انا دفعة 98 اول دفعة حكمات في مصر انت قدم حكم دولي نسائي في مصر صحيح كده؟ اه اه انا اتكالية الشرف ان انا حكمك مع كابتن جمال غندور قبل ما يبطل كمان اه فتخيل بقى انا خدت كم جيلي يعني اه يعني مفروض دلوقتي ااخد مستريح يعني ااخد مطشاط رجال مستريح مش محتاجة بالزبت مش محتاجة مباراة كده طيب ليه مباراة وكده؟ لما سألت يعني الاجابة كانت ايه؟ معرفش يعني معرفش يعني اه انت بتي سألت اه 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 انا اديكو هناخد قص في ناس معترضة قص في ناس مش عارفة ايه معترضة ايه؟ اه معترضين ان البنات تحكي عندية يعني؟ لا مش عندية ناس في الاتحايد مش في الاندية اللجنة رؤساء اللجان انت برضو بيتغير عليك كذا رئيس لجنة فكل رئيس لجنة بيجي بفكر معي اه بس كابتن هسمع فتح لديكم اللي هو موجود دلوقتي ادينا وكابتن جمال ادينا بس هي الفكر انه ما بيتكررش ما بيتكررش ده بقى ليه؟ راجع ليهم راجع للاتحاد نفسه مثلا راجع ليه؟ دي حاجة هم مفوط يتسئلوا فيها لان احنا متأخرين قوي في الموضوع ده عن الدول شمال افريكية اه برضو حاجة غريبة انا لو هديكي ماتش ده معناه ان انا وصك فيكي وصك في شغلك وبالتالي اقدر اديكي بعد كده كتير ما يبقى شماطش واحد ده المفروض ده المفروض اه طيب ولا هو كان بيديكم مثلا عشان يبقى شغو ممكن يكون شغو كده شغو اه انا باعتبرها كده انا بالنسبالي كمان هو اطلا ما اعتبرها كده اه لان الواحد لو اعلى سنين خبرته على تاريخه لا يلعب يلعب مرتاح كمان اشتركوا في القناة